السلام عليكم ونحن الله وبركاته فيكم وعملين ايه يا رب دمان تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هناخد الدرس التاني في الهندسة لسنة أولى سنة والترمي التاني ولذلك عزيزي المشاهد ورقتك وقلمك وقوباتك الشاب بتحتك كده ويا الله بي درسين النهاردة درس كبير حابتين كده وفيه افكار كتير ولكن يعني كلها تفهى هناخده ان شاء الله على حصتين واول حاجة في حصتنا النهاردة بقى ايه متجه الموضع يعني ايه بقى متجه الموضع قالك هو قطعة مستقيمة موجهة اللي احنا اخدناها في الدرس الاولاني بدايتها نقطة الاصل يعني مثلا القطعة المستقيمة ده اسمها ايه اسمها واو الف قطعة مستقيمة ايه موجهة بيكون لها احدثيات او بيكون لها احدثيات يعني مثلا لو النقطة الف ده هيت مثلا اثنين وثلاثة يبقى واو الف بتساوي 2 و 3 يعني إحداثيات النقطة إيه النقطة ألف وبرضو مثلا لو أنا عندي نقطة هنا مثلا اسمها النقطة به ولتكن مثلا سالب 1 و 2 يبقى المتجه اللي هو واو به دهوت بيساوي إيه بيساوي سالب 1 و 2 ولكن بما أن جميع متجهات الموضع كلها بتبدأ من النقطة واو فإحنا بنحذف الواو دهيت وبنسميه المتجه ألف المتجه به من غير الواو خالص وده يعمل حاجة هو إيه متجه الموضع حتى ببنقولش كلمة الموضع ديه بنقول إيه متجه ألف متجه به وهي ديت المتجهات اللي احنا هندرسها النهار ده في الدرس بتاعنا تاني حاجة بقى عندنا اللي هي معيار المتجه فاكر في الدرس الأولاني كان عندنا معيار القطعة المستقيمة الموجهة يعني إيه يعني طولها طب معيار المتجه يعني طوله طبعا انا عشان خاطر اجيب طول المتجه ده هو هنجيبه ازاي فاكر في تالة اعدادي لما اخدنا قانون اسمه قانون البعد افكرك بيه احنا عندنا النقطة واو اللي هي كم وكم اللي هي صفر وصفر القانون كان عامل كده كان جزر قوس تربية زائد قوس تربية وسالب وسالب سين اتنين سين واحد صد اتنين نقص صد واحد ده هو قانون البعد طب تعال كده نجيب بقى ايه البعد بين الف وواو يعني بيوساوي جزر يعمل حجه قوس تربية زائد قوس تربية وسالب وسالب السينات عندك اللي هي مين اللي هي اتنين وصفر يبقى اتنين وصفر طب والصدات تلاتة وصفر يبقى معيار المتجه الف بيوساوي جزر اتنين نقص صفر باتنين تربية باربعة زائد تلاتة تربية بتسعة يعني بيوساوي الجزر تلاتاشر وحدة طول ولكن بما ان دايما في متجه الموضع انت بتحسب بعد النقطة عنه نقطة الاصل اللي هي صفر وصفر فدايما الصفر دوت ملوش اي لازمة فممكن نشيله خالص كده من القانون بتاعنا فهتلاقي القانون بتاع متجه الموضع قانون سهل ولذيذ كده بيقولك جزر سي تربيع زائد صات تربيع ده مين ده يعمل حج؟ معيار متجه الايه؟ الموضع طب تعالنا ناخد مثال المتجه الاف ده هو يوسوي 3 وسلب 4 عاوزين نجيب معياره يلا يا عم الحج القانون بتاعك ها سين تربيع يعني 3 تربيع زائد صات تربيع يعني سالب 4 تربيع يعني بيوساوي جزر 3 تربيع بكام؟ بتسعة السلب بيطير مع التربيع ملوش اي لازمة خالص و4 تربيع ب16 يعني بيوساوي جزر 25 ب5 وحدة طول ناخد مثال كمان المتجه به سالب 3 و3 جزر 2 يا سلام ادي يا عم الحج الجزر سين تربيع يعني بتسعة زائد صات تربيع يعني 3 جزر 2 تربيع 3 تربيع بتسعة في جزر 2 تربيع بتنين يعني بيوساوي جزر 9 زائد 18 اللي هي بتساوي 3 جزر 3 وحدة طول احسيبها على الألحاس بها معالم عاجزك بقى تمسك الورقة والألم وبنفس الطريقة تحل نمرة 3 تجيب لي معيار الألف ده هو حل السؤال طلعت في الآخر عشرة وحدة طول قرنب اللي عندك سوف انت حلت صح ولا غلا بص بقى السؤال دوت بيقولك ايه اذا كان المتجه جيم بيوساوي سالة 3 وكاف وبيقولك ان معيار المتجه جيم بيوساوي 3 جزر 2 عاوز قيمة الكاف ده هيت بكام اه يا سلام مش انت عندك قانون المعيار اللي هو بيوساوي جزر سين تربيع زائد صات تربيع مظبوط يلا سين تربيع بكام سالة 3 تربيع بكام بتسعة زائد صات تربيع يعني كاف تربيع والمعيار دوت هو مدهولك بكام يا معلم مدهولك بتلاتة جزر 2 تعال بقى نتخلص من الجزر الكبير ده ازاي بتربيع الطرفين بالشكل ده لما نربع طبعا الجزر هيتير مع التربيع وهيتفضل عندك تسعة زائد كاف تربيع بيوساوي تعال بقى نربع تلاتة تربيع بتسعة فيه جزر 2 تربيع باتنين تسعة في اتنين بكام بتمنتاشر تعال نود تسعة النحط تاني بعكس الاشارة يبقى سالب تسعة بتساوي الكاف تربيع تمنتاشر ناقص تسعة بتساوي تسعة يبقى الكاف تربيع بتساوي تسعة نتخلص من التربيع بالجزر التربيعي ولكن جزرين وايه وإشارتين وبالتالي الكاف هتساوي موجب سالب تلاتة ودي هي قيمة الايه؟ قيمة الكاف في بقى حاجة اسمها متجه الوحدة إيه بقى متجه الوحدة دوت يا معلم؟ ده عبارة عن متجه موضع ولكن معياره من اسمه كده بيساوي واحد زي مثلا المتجه ألف دوت تلاتة على خمسة واربعة على خمسة تعال كده نجيب المعيار بتاعه بيساوي جزر سين تربيع يعني بتسعة على الخمسة وعشرين زي اتصاد تربيع ستاشر على خمسة وعشرين بيساوي جزر خمسة وعشرين على خمسة وعشرين بيساوي واحد وحدة طول يبقى الألف دوت اسمه متجه ايه؟ متجه وحدة لأن طوله بواحد أو معياره بواحد في حاجة كمان اسمها المتجه الصفري من اسمه كده عبارة عن متجه معياره بيساوي ايه؟ بيساوي صفر ودوت احنا بنسميه المتجه واو اللي هو بيساوي صفر وصفر ودوت يا معلم ليس له اتجاه لأنه اصلا عبارة عن نقطة لأن طوله بصفر فملهوش اتجاه طيب السؤال بيقولك اذا كان كاف وسالب ثلاثة على خمسة متجه وحدة يعني متجه وحدة؟ يعني معياره بيساوي واحد يبقى المعيار اللي هو القانون ده هيساوي واحد سين تربيع يعني كاف تربيع زائد صاد تربيع يعني تسعة على خمسة وعشرين نتخلص من الجزر ازاي؟ بتربيع الطرفين يبقى الكاف تربيع زائد تسعة على خمسة وعشرين بيساوي واحد تعال نودي دي دي ديني حتاني بعكس الإشارة يبقى الكاف تربيع بتساوي الواحد ناقص تسعة على خمسة وعشرين اللي هي بتساوي ستاشر على خمسة وعشرين هنتخلص من التربيع بالجزر التربيعي جزرين وإشارتين يبقى الكاف بيساوي موجب سالب أربعة على الخمسة ودي هي قيمة الايه الكاف السؤال اللي بعده زي بالضبط مديك إحداثيات متجه وحدة بيقولك اوجد الايه الكاف امسك الورقة والألم وحل السؤال ده ده هو حل السؤال طلعت الكاف في الآخر موجب سالب نص قرنه باللي عندك شو انت حلت صح ولا غلط في بقى حاجة اسمها متجهي الوحدة الاساسيين اللي هم سين بالشكل ده كده وكمان الصاد ايه بقى دول تعالى نشوف مع بعض المتجه الاساسي سين عبارة عن واحد وصفر تعالى نشوف كده اذي الاحداثيات واحد وصفر اللي هي النقطة دي ادي واحد وصفر يبقى المتجه اللي هنا ده هوت كده هو ده المتجه سين والمتجه صاد اللي هو عبارة عن صفر وواحد نفس الكلام برضو ادي النقطة اللي هي صفر وواحد يبقى المتجه ده هو بالشكل ده كده اللي هو المتجه مين؟ المتجه صاد طب ايه بقى لازمتهم متجهي الوحدة الاساسيين؟ بيبيعوا ايه؟ استفاد منهم ايه؟ قالك انت ممكن تعبر عن اي متجه موضع بدلالة متجهي الوحدة الاساسيين؟ ايه ده لأ معلش؟ ازاي؟ تعال ناخد مثال المتجه الف ده هو اللي هو اتنين وثلاثة اتنين وثلاثة دي بنسميها الصورة الاحداثية للمتجه الصورة الايه؟ الاحداثية لو عاوزين بقى نعبر عنه بدلالة متجهي الوحدة الاساسيين نعبر عنهم ازاي؟ الموضوع في منتهى التفاهم الكلام ده كده بيوساوي المسقط الاولاني اللي هو الاثنين مضروب في السين والمسقط التاني اللي هو موجب تلاتة مضروب في الصورة بس كده تعال نشوف اللي بعده المتجه به المسقط الاول سالب خمسة سين والمسقط التاني موجب واحد صورة بس الواحد نبيكتبش جنب الصورة تعال نشوف اللي بعده المتجه جيم هيوساوي اتنين سين وسالب ستة صال بالشكل ده كده اللي بعده المتجه لام صفر وسالب اتنين طب ما هو صفر في اي حاجة بصفر معنى كده ان السين اصلا مش موجودة يعني الكلام ده كده بيوساوي سالب اتنين في الصال فين السين مضروف صفر وادام مضروف الصفر يبقى مش موجودة خالص لا يا مستر انا مش فاهم طب شوف اللي بعدها المتجه ميم بيوساوي تلاتة على الاتنين سين وايه كمان وصفر طب ما هو صفر في اي حاجة بايه بصفر يبقى ما لهومش اي لازمة ما نكتبهومش خالص يبقى هو السين اللي واحده بس كده معلق عايزك بقى يا باشا تمسك الورقة والقلم وتحل نمرة ستة وسبعة وتمانية اللي بعدهم دون ده هو الحل قرنب اللي عندك شوف انت حلت صح ولا غلط طيب السؤال اللي بعدهم بقى العكس مديك المتجه بدلالة متجهي الوحدة الاساسيين وعاوزك تجيب الصورة الاحداثية يعني مثلا عندك هنا المتجه الف دو سالة تمانية سين زائد ستة صاد اللي مضروب في السين هو المسقط الاول طب اللي مضروب في الصاد اللي هو المسقط التاني السين جنبها كام سالة تمانية يبقى هنا كده سالة تمانية وصاد جنبها كام مجاب ستة يبقى هنا كده ستة الله, شوف اللي بعدها سين ناقص صاد السين جنبها كام? فيش جنبها اي حاجة, يبقى جنبها واحد طب وصد جنبها ايه? جنبها سالب, يعني سالب واحد بس كده اللي بعده, اتنين سين السين جنبها اتنين يبقى الاولان اتنين طب فين الصاد? مفيش صاد يبقى حط مكانه صف طب شوف اللي بعدها, الدال سالب صاد أنا ما عنديش سين خالص معنى كده ان السيم مضربة في الصفر يبقى حط مكانها الصفر طب والصات فيها ايه؟ سالب واحد لان ادام مفيش اي حاجة مكتوبة يبقى فيه واحد مش مكتوب بس يا عمك امسك الورقة والقلم وحالة نمرة خمسة وستة ده هو حل السؤالين دول المتجه هه واحد وسالب اربعة والمتجه لام صفر وثلاثة قرنب اللي عندك شوف انت حلت صح ولا غلط ندخل بقى على اهم حاجة في الدرس بتاعنا النهاردة اللي هي الصورة القطبية لمتجه الموضع ايه بقى الصورة القطبية دي يعني طالع من الفريزر اللي ايه لا يا عم الصورة القطبية دي يمعلم عبارة عن زوج مرتب يتكون من معيار المتجه واتجاه المتجه فتقول لي كده الصورة القطبية عبارة عن معيار واتجاه عبارة عن ايه؟ معيار واتجاه ما تقوليش معيار واتجاه كده عدول كده انت حفظ مش فاهم انت لو فاهم هتقولي معيار واتجاه نطلع بالياء ونخطف الاتجاه معيار واتجاه خلصانة خلصان اديني مثال يا مصر لو سمح المتجه ألف ده هو يا معل عندك النقطة ألف عبارة عن اتنين وإيه وواحد المسقط الأول اللي هو مين معيار المتجه تعالى كده نجيب مع بعض معيار المتجه ألف بيوسامي جزر سين تربيع باربعة زائد صد تربيع بواحد يعني جزر خمسة يبقى اول حاجة هنا هنا جزر خمسة اللي هو المعيار طب والاتجاه الاتجاه يا معلم اللي هو الزاوية اللي بيعملها المتجه مع الاتجاه الموجب لمحور السيناء انا مش فاهم حاجة يا مصر ادي عمل حاج الاتجاه الموجب لمحور السيناء هو المتجه ألف ده هو بيعمل زاوية كام مع الاتجاه الموجب لمحور السيناء بيعمل زاوية قياسها تلاتين يبقى هنا تلاتين درجة ادامة لقيت المتجه عبارة عن زوج مرتب والمسقط الثاني عبارة عن زاوية يبقى دية هي الصورة القطبية لمتجه الموضع طيب مثال كمان المتجه به ادي عامة هو المتجه به النقطة به اللي هي عبارة عن سلب واحد وجزر ثلاثة طب تعالى كده مع بعض نجيب معيار البه يعني بيوساوي جزر سين تربيع بواحد زا اتصاد تربيع بتلاتة بيوساوي جزر اربعة له بيوساوي اتنين يبقى اول حاجة كده المعيار بكام باتنين طب والاتجاه انا عندي المتجه به ده هو بيعمل زاوية اربعين مع السينات هل هيبقى الاتجاه اربعين درجة يدسحة للكلام يلا احنا قلنا ايه بيعمل مع الاتجاه الموجب لمحور السينات فتقول لي كده يا معلم المتجه به ده هو بيعمل مع الاتجاه الموجب لمحور السينات الزاوية دي كده كلها اللي هي عبارة عن مية واربعين درجة يبقى الاتجاه هنا مية واربعين ايه درجة مع الاتجاه الموجب لمحور مين لمحور السينات وده يعمل حج اللي هي الصورة القطبية لمتجه الموضع معيار واتجاه وفي الحتة ديت عندنا فكرتين اتنين ما اللي همش تالت الفكر الاولاني هيديك الصورة القطبية ويطلب منك الصورة الاحداثية زي مثلا السؤال ده اوجد احداثيين نقطة الف اذا كان المتجه الف بيساوي عشرة جزر ثلاثة وستين درجة قدمت لقيت المسقط الثاني عبارة عن زاوية يبقى ديت صورة ايه صورة قطبية حلو الكلام طيب انا عارف ان النقطة الف بتساوي ايه سين وصاد يعني مسقط سيني ومسقط ايه صاد عاوزك بقى دلوقت تحفظ لي القانونين دول زي اسمك السين اللي هي المسقط الاول بيساوي المعيار في جتا الزاوية والصاد بتساوي المعيار في جا الزاوية دول يا عم الحج هم القانونين اللي احنا هنحل بيهم السين بتساوي المعيار في الجتا والصاد بتساوي المعيار في الجاة تعال نشوف مع بعض احنا عندنا هي المتجه ألف قاد المعيار وقاد الزاوية يبقى السين بتساوي يبقى السين هتساوي المعيار عشرة جزر ثلاثة في جتا الزاوية اللي هي كام اللي هي ستين هتلاقيها بتساوي خمسة جزر ثلاثة بحسي بعد قبل حاسب ريطلع معك بخمسة جزر ثلاثة والصاد بتساوي المعيار عشرة جزر ثلاثة في جاة الزاوية لستين هتلاقيها بتساوي خمستاشر احسي بعد قبل الحاسب تطلع معك بخمستاشر يبقى النقطة ألف اللي هي بتساوي السين خمسة جزر ثلاثة والصاد اللي هي كام خمستاشر بس كده يا معلم طيب تعال نشوف مثال كمان وو ألف أدام المتجه أول وو يبقى دوت متجه موضع يبقى السين بتساوي المعيار ستة جزر اتنين في جاة الزاوية اللي هي كام مية خمسة وتلاثين درجة ودي هتطلع يا عم الحج سالب ستة والصاد هتساوي ستة جزر اتنين اللي هو المعيار في جاة الزاوية مية خمسة وتلاثين هتلاقي بتساوي ستة يبقى النقطة ألف اللي هي بتساوي سالب ستة وستة بس كده يا معلم انتهاء للموضوع بسيط جدا وسهل مش محتاجة أن أطول في الكلام يا عم تعالي ناخد مثال كمان عندك المتجه ألف اهوه بيساوي تمانية واربعة باي على التلاتة دي اللي هي الزاوية بس بالقياس الايه بالقياس الدائري طبعا انت مش هينفع تكتبها بالقياس الدائري على الحسبة حولها يا عم الحج للستيني هتشيل الباي وتحط مكانها مية وتمانين هتطلع معاك الزاوية دي بتساوي ميتين واربعين درجة يبقى المتجه عبارة عن تمانية ومتين واربعين درجة يبقى السين اللي هي بتساوي المعيار تمانية في جتا الزاوية ميتين واربعين هتحسبها بالقياس الحسبة تطلع معاك بسالب اربعة والصاد اللي هي بتساوي المعيار في جا الزاوية هتحسبها بالقياس الحسبة تطلع معاك سالب اربعة جزر تلاتة يبقى النقطة الف اللي هي بتساوي السين سالب اربعة والصاد سالب اربعة جزر تلاتة بالشكل ده كده يا معلم بس كده عاوزك بقى يا باش تمسك الورقة والقلم وتحل نمرة أربعة ده هو حل السؤال النقطة ألف طلعت سالب خمسة وسالب خمسة قرنب اللي عندك شوف انت حلت صح ولا غلط طيب الفكرة التانية بقى يديك الصورة الإحداثية وعاوزك تجيب الصورة القطبية يا سلام طب ما أنا عارف ان الصورة القطبية عبارة عن ايه معيار واتجاه اللي هي الزاوية طيب المعيار دوت سهل ليه ما أنا عندي الإحداثيات يبقى المعيار بتاع المتجه بيساوي جزر سين تربيع بستاشر زائد صاد تربيع يعني ستاشر في تلاتة اللي هي في الآخر هتساوي تمانية وحدة طول وكده يبقى احنا جبنا الايه جبنا المعيار المشكلة بقى في الاتجاه اجيب الاتجاه دوت ازاي بقى افكرك بحاجة مش احنا اخدنا في حساب المثلسات ان النقطة اللي هي السين وصاد خطع عبارة عن جتة وجا اه مش الزاو بتساوي الجا على الجتة اه الجا اللي هي مين اللي هي الصاد والجتة اللي هي السين يبقى الزاو بتساوي الصاد على السين يعني عاوز تقولي يا مصر النزا الزاوية بتساوي صاد على السين يعني بتساوي الصاد اللي هي اربعة جزر ثلاثة على السين اللي هي اربعة اه المسقط الاول والمسقط التاني بالضبط كده يا معلم اربعة تروح مع الاربعة هيتفضل جزر ثلاثة ونحلها زي ما كنا بنحلها في حساب المثلسات بالضبط كنا بقول كده الزا اشارتها موجب والضا موجبة في الربعة الاول وفي الربعة الايه التالت ايه ده لق يا مصر انا مش فاكر يا بايا عليك انفضل كل شوية نعود نعيد ونزيد فيها اهو يا عام الحج الاربعة تربع بتوعك هم كنا بنقول ان كل جاهل ظالم جتو دهر في الربعة الاول كل الدول موجبة في الربعة التاني الجا موجبة الربعة التالت الزا موجبة والربعة الجتا هي اللي موجبة في الربع الأول الزاوية تبقى زي ما هي في الربع الثاني 180 نقص سيتا في الربع الثالث 180 زائد سيتا في الربع الرابع 360 نقص السيتا أفكرك برضو بالإشارات بتاعة الاربع في الربع الأول بيبقى موجب وموجب في الربع الثاني السين سالب والصاد موجب في الربع الثالث بيبقى السين سالب والصاد بسالب في الربع الرابع السين موجب ولكن الساد إيه سالب ده إشارات الربع بتاعتك فدلوقتي بقى المتجه بتاعي في الربع الأول ولا في الربع التالت أعرف منين ما هو ما ينفعش يكون في الربعين مع بعض في الربع واحد بس منهم أعرف منين أعرف من الإشارات بتاعة النقطة اللي هو مديها لك بتاعت المتجه إرجع كده للمتجه فوق خالص وهو ألف بدو ساوي أربعة وأربعة جلس ثلاثة يعني السين موجب والصد هي كمان ايه موجب دية اللي هي اشارات الربع الايه الربع الاول يبقى الربع التالت دوت مش معانا وفي الربع الاول بتكون الزاوية زي ما هي يعني هتساوي shift تان جزر تلاتة هتديك الزاوية ستين يبقى المتجه ووالف في الصورة القطبية المعيار اللي هو تمانية والزاوية اللي هي ستين ايه درجة لسه مش واضحة معايا يا مستر تعال ناخد مثال كمان نمرة اتنين مديك المتجه خمسة جزر تلاتة سين ناقص خمسة صار مديهالك بدلالة المتجهين الاساسيين عادي ما هي هي مفيش اي فرق ولو مزع عليناك يا عم شيلهم اهو يا عم الحاج هتبقى النقطة خمسة جزر تلاتة وساليب خمسة وحل يا معلم تعال نجيب اول حال كده المعيار عشان دوت سهل واللزيز والدنيا فيه زي الفل خمسة جزر تلاتة تربيع يعني خمسة وعشرين فيه تلاتة زائد ساليب خمسة تربيع بخمسة وعشرين يعني بتساوي جزر المية اللي هي بتساوي عشرة وحدة طول كده احنا جيبنا المعيار تعال بقى نجيب الزاوية ازاي زا الزاوية بيساوي صاد على سين احفظها بقى صاد على سين بتساوي الصاد اللي هي ساليب خمسة على السين اللي هي خمسة جزر ايه جزر تلاتة إشارة الزا إشارة الزا بالسالب والزا سالبة فيه الربعة الثانية والربعة الرابعة إحنا ممكن نحدد الربعة على طول من خلال الإشارات ارجع للنقطة اللي فوق خالص الإشارات بتاعتك السين موجب والصات سالب دي اللي هي إشارات مين؟ إشارات الربعة الرابعة معنى كده إن السيتة فين؟ في الربعة الرابعة يعني هتساوي 360 ناقص الزاوية طب الزاوية حسيبها إزاي بقى شفت تان خمسة على جزر تلاتة من غير السالب هنفضل نقولها تاني ما تجي تكتب على قال الحسبة ما بنكتبش السالب شفت تان خمسة على خمسة جزر تلاتة هتديك الزاوية اللي هي الزاوية تلاتين يعني بتساوي 330 درجة يبقى إزا المتجه ألف ده هو بيساوي في الصورة الخطبية المعيار عشرة والزاوية 330 درجة خد يا عم الحج مثال كمان ألف بتساوي سالب ستة وستة وعلى فكرة دوت هو المتجه اللي احنا حلناه من سوية أجيبولك أو يا عم الحج تحت على الشمال عندك الألف بتساوي سالب ستة وستة طلعت في الصورة القطبية ستة جزر اتنين ومية خمسة وتلاتين درجة تعال برضو نحلها ونشوفها تطلع معنا كده ولا لا؟ أول حاجة هنجيب إيه؟ هنجيب معيار المتجه ألف بيساوي جزر ستة تربية ستة وتلاتين زائد برضو ستة تلاتين يعني بيساوي جزر اتنين وسبعين اللي هو بالضبط بيساوي ستة جزر اتنين وحدة طول طب تعال نجيب الزاوية زا سيتة بتساوي الصاد على السين يعني بتساوي ستة على سالب ستة يعني بتساوي سالب واحد نحدد الربع من الإشارات سالب وموجب ودي إشارات الربع التاني يبقى السيتة بتساوي في الربع التاني مية وتمانين نقص الزاوية اللي هي كان بقى شفت تان واحد من غير السالب اللي هي الزاوية خمسة واربعين يعني بتساوي مية خمسة وتلاتين درجة يبقى المتجه ألف في الصورة القطبية ستة جزر اتنين ومية خمسة وتلاتين درجة زي ما كان هناك بالظبط عاوزك بقى دلوقتي يا معلم تمسك الورقة والألم وتحل نمرة أربعة تا هو حل السؤال الألف تلات باربع وعشرين ومية وخمسين درجة قرنه باللي عندك شوف انت حلت صح ولا غلط آخر حاجة بقى هنتكلم عنها النهاردة المسائل بتاعة الكميات المتجهة فاكر في الدرس الأولاني لما كنا بنقول ان الكمية المتجهة عبارة عن مقدار زائد اتجاه آه المقدار ده اللي هو المعيار والاتجاه اللي هو الزاوية فلما تديك سؤال فيه كمية متجهة وعاوزك تجيبهولي بالصورة القطبية مقداره هو المعيار والزاوية هتحسبها تعالوا نشوف السؤال الاول بيقولك قوة مقدارها 12 نيوتن قد يعمل حاجة المقدار ده يا باشا اللي هو المين اللي هو المعيار طب تعالوا نشوف الزاوية بيقولك تؤثر فيه اتجاه الشمال الشرقي بتاع الدرس الأولاني فين يعمل حاجة اتجاه الشمال الشرقي في النص بالضبط ما بين الشرق والشمال يعني بيعمل زاوية قد ايه بيعمل زاوية 45 هنا و45 هنا لان هي كلها زاوية قايمة بتسعين لما سمها حتتين تبقى 45 و45 يعني المتجه ده هو بيعمل مع الاتجاه المجبل محور السينيات زاوية قياسها كام؟ 45 يبقى السيتة بتاعتي بتساوي كام؟ 45 ايه؟ درجة فنقول كده نفرض ان متجه الموضع للقوة اللي هي في السؤال عندي وليكن مثلا الف اي متجه انت عايزو الف به جيم ده لهيه اي حاج ألف مثلا يبقى ايزا الصورة القطبية للمتجه ألف هتساوي المعيار اللي هو 12 والاتجاه اللي هو كام 45 درجة دي هي عام الحاجة هو الصورة القطبية بس السؤال بطالب منك الصورة القطبية والصورة الاحداثية وكمان عاوز يعبر عنها بدلالة متجهي الوحدة الاساسية ولا فيها اي مشكلة انا عندي الصورة القطبية اقدر اجيب الصورة الاحداثية للمتجه ألف هتساوي ايه؟ السين اللي هي ايه؟ اللي هي المعيار في جة الزاوية والصد اللي هي المعيار في جة الزاوية هتحسبهم على الحسبة هيطلعوا معاك ستة جزر اثنين وستة جزر اثنين بردو دي هي الصورة الاحداثية طب لو عاوزينها بقى بدلالة متجهي الوحدة يبقى ستة جزر اثنين سين زائد ستة جزر اثنين صف بس كده تعال ناخد مثال كمان السؤال التاني بيقولك سرعة منتظمة السرعة تعتبر كمية متجهة لسيار تقطع تمن امطار كل ثانية يبقى التمن ادية باشا اللي هي المعيار في اتجاه تلاتين شمال الغرب لا نفتكرها مع بعض شمال الغرب يعني هي ما بين الشمال والايه والغرب يعني في الحد دي كده احط بقى الزاوية تلاتين ديات فين مين اللي فيه الف ولام اللي هو الغرب يبقى حط التلاتين نحية مين نحية الغرب اللي هو اللي فيه الالف واللام طيب المتجه بقى بتاعي بيعمل مع الاتجاه المجبل ما يحور السيناء زاوية قياسها كام طيب انا عندي هنا دي زاوية قايمة بكام بتسعين والنحية التانية الحتة اللي تحت خارد تلاتين يبقى اللي فوق يفضلها ستين درجة يبقى الزاوية كلها على بعضها مية وخمسين درجة فنقول كده نفرض ان متجه الموضع للسرعة وليكن مثلا به اي متجه يبقى السيتة بتاعتي بتساوي كام مية وخمسين درجة يبقى اذا الصورة القطبية للمتجه به بيساوي المقدار تمانية والزاوية مية وخمسين مية وخمسين درجة طبعا بقى نجيب الصورة الاحداثية للمتجه به بتساوي السين اللي هي تمانية في جتاء الزاوية والصاد اللي هي تمانية في جاء الزاوية نحسبهم بقى على الالة الحسبة تطلع معاك سالب اربعة جزر تلاتة واربعة ولو عاوزينها بدلالة متجهية الوحدة الاساسيين هيكون سالب اربعة جزر تلاتة تلاتة سين زائد اربعة سار سالب بس كده معالم خش على اللي بعد سؤال اللي بعده ازاحة جسم مسافة اربعة وعشرين مترا يبقى الاربعة وعشرين دي اللي هي ايه اللي هي المعيار في اتجاه الشمال الشمال ده اللي فوق عمل زاوية كام مع الاتجاه المجهد لمحور السينات زاوية قايمة تسعين درجة يبقى نفرض أن متجه الموضع للإزاحة مثلاً ألف يبقى السيتة بتاعتك بتساوي 90 درجة يبقى الصورة القطبية للمتجه ألف بتساوي المقدار 24 والزاوية كام 90 طب تعال نجيب الصورة الإحداثية للمتجه ألف بتساوي المقدار 24 جتا الزاوية والصاد 24 جتا الزاوية هتلاقيها بتساوي 0 و24 ولو عاوزنها بدلالة متجهي الوحدة طبعاً السيم مش موجودة عشان مضروها في الصفر و24 صاد بس كده معال السؤال اللي بعده قوة مقدرها 4 ثقل كيلو جرام يبقى الأربعة اللي هي المعيار تؤثر في اتجاه 30 شرق الجنوب تعال نشوف مع بعض شرق الجنوب يعني ما بين الشرق والجنوب مين اللي فيه الألف واللام اللي هو الجنوب يبقى الزاوية 30 نحية الجنوب بهنا كده 30 ايه درجة طيب المشكلة بقى في الزاوية احنا عاوزين نعرف المتجه ده بيعمل زاوية قد ايه مع الاتجاه المجبل محوري السينات كل الزاوية دي كده يا معالي تعال نصوفها يا كاب عندنا هنا تسعين وتسعين وتسعين وتلاتين يعني بتساوي تلتمية درجة يبقى نفرض ان متجه الموضع للقوة مثلا جيم يبقى الزاوية بتاعته بتساوي تلتمية درجة زي ما انا حسبتها كده يبقى الصورة القطبية للمتجه جيم بتساوي المقدار اربعة والزاوية كام تلتمية درجة والصورة الاحداثية للمتجه جيم بتساوي المعيار جت الزاوية والصاد المعيار جاء الزاوية نحسبهم على الحسبة هيطلعوا معاك اتنين وسالب اتنين جزر ثلاثة وبدلالة متجهي الوحدة يبقى اتنين سين ناقص اتنين جزر ثلاثة صار عاوزك بقى معلم دلوقتي تمسك الورقة والقلم وتحل السؤال ده بيقولك سرعة منتظمة لسيارة تقطع خمسين مترا كل ثانية في اتجاه الشمال الغربي وردتك وقلمك وحل السؤال ده ده هو حل السؤال قرنب اللي عندك شوف انت حلت صح ولا غلط وكده نكون خلصنا وحستنا النهاردة اتمنى كان الفيديو خفيف لطيف ظريف علينا جميعا لو انت فهمت اي حاجة ياريت تدعمنا بي اللايك الجميل واكيد تتسير في قناة تبشو ساركوا في الختام سبحانك لا علم الا ما علمتنا انك انت العلم حكيم واقع السلام عليكم اشتركوا في القناة